السلام عليكم مرحبا بكم ومرحبا في قناة الربح من الانترنت امين النزار راح نجاوب على موضوع مهم جدا خاصة لاصحاب القنوات اليوتيوب المبتدئة يعني حنتكلموا على زوز حواج المشكلة الاول هي مشكلة نقص المشاهدات او الارباح او نقص اشياء مثل هذه يعني تقريبا معظم التعليقات كل مرة رغم نقصودي ارباح رغم نقصودي الاشتراكات او نقصودي الساعات راح نضع حد لهذا المشكلة يعني تكلمت فيه في عشرات من الفيديوهات ولكن لا حياتي لمن تنادي ما كمش باغين تتعلموا ليموش باغين يتعلم نعطيهاكم من الاخر اخوتي لازم شوف انا ما نش منافق وراح نواجهكم بحقيقة الحقيقة وشهية كامل خاصة في الجزائر يحبوا حللوا القناة ويحبوا ينجحوا في نهار ويحبوا يولي عنده مليون ابوني في نهار ويحب يربح في نهار بلا ما راح شاف ارشادات المنتدى وشهية اعطيناهاكم في الروابط تألم قوانين ارشادات المنتدى باش ميغلقوش قناتك ايجيك واهادي يقول لك اشترك في قناتي اشترك في قناتك لسنوات واليوتيوب تتكلم حتى اليوتيوب كرهت يودي باش تنجح لازم تنجح محتوى ملكك مثلا انا راني ان اهضر ملكي انا هو الشخصية انا هو الكاريزماتي انا هو مواضيعي يعني نتكلم انا كما نحب انا في الكاميرا الناس راح تولفك ورح تنجح مع الوقت ما تقدش تنجح في اليوم الاول راح يقول لي بلي فلانا نجح في اليوم الاول فلانا نجح جابت خير مني في لزابوني اللي اح قناتك وقناتها موجودة في صاشية واحدة كل واحد واحد شاطاه ربي يعني واحد يفتح قنات يدير موضوع تافح ينتشر في اليوتيوب ممكن شخص بارتاجه في الفيسبوك ممكن كين جروب بارتاجاته ممكن انه هذك النهار هذك الموضوع الناس بحثوا عليه يلقوا كنت بالالاف ولا بالمئات الالاف ولا بالملايين ما يعنيش انك انت راح تنجح كما نجح هو اليوتيوب جماعة راح يحوظوظ وراحي خوارزميات معناها هناك استهداف لازم تفهموها خوتي كان انسان يدير موضوع حصري ما ينجحش وكان انسان يدير موضوع الترند يعني المشهور في 24 ساعة ينجح لماذا لانه كان مثلا مليار مليار شخص يبحث على موضوع فاضيحة اذاك المليار كامل راح يبحث يكتب في اليوتيوب فاضيحة فلان فاضيحة فلان ولا يكتب مشكلة فلان ولا حصة فلانية ولا مسلسل فلاني واحد ما راح يكتب الموضوع تاك لان الموضوع تاك حصري ملكك الموضوع تاك راح ينجح بعلوقت الناس حيعرفوك اه هجم لها اه فيديوها تملح راح ينجح اما الفيديوهات جماعة الفلوغ والمسخير والضحك والتحدي يا خوتي من بك بلي هذه الفيديوهات نجحين انتم مملكمش حابين ديروه اذا حابين دير حاجة حصرياتك لازم تصبر انا رح نشوف قنوات وش نلقى نلقى قناتي راه جيدة محتوى جيد صح نلقى محتوى ممتاز بس حما نلقى صندوق وصف صندوق وصف فارغ كان غير العنوان والعنوان ما هو الجذاب تماما تضعوا جملة يعني ماذا اهتمنا حتى الكلمات الاساسية للبحث ممكن تضعوا فيها في العنوان اجماعة كان حاجة تسموها الكلمات الاساسية للبحث انا اذا درت حاجة نكتب الربح من الانترنت في الموضوع فلان اجماعة منكتبش جواب ارواح وش نشوف وش هو الحاجة اللي تتكلم عليه في الفيديو اذا تكون تتكلم على موضوع ورى حاره هذا الموضوع في العنوان على الأقل اكتب كلمة أساسية هي الأثاث وصفة طبخة روتين اكتب كهذه من الكلمة السيرة يجب أن تضع في العنوان صندوق الوصف يجب عليك كتابة على الأقل على الأقل ثلاثة أسطر الأولى في صندوق الوصف وثلاثة أسطر الأولى نزيد نعاود نلقاهم مشكل وشي ثاني يكتبوا لي السلام عليكم وما طلعت على بركاته وما تنساوش تشتركوا في القناة ثلاثة أسطر الأولى رح تلهم في الاشتراك يا خوتي ما تصلحش كما هكا خواريزميات اليوتيوب الحساب الحساب بتاع جوجل آلة وش يدير يهز العنوان ويهز ثلاثة أسطر الأولى لصندوق الوصف لأنه على الباله باللين العنوان ما يكفيش شرح تا فيديو العنوان هي فقط للتحفيز ثم اليوتيوب ولا جوجل تروح تشوف ثلاثة أسطر الأولى وش تلقى إذا لقيت مثلا كلمة خياطة أو كلمة ربح في العنوان وكلمة ربح في صندوق وصف ثلاث مرات مع أنتها ثلاث مرات مكررة في جمل وليست كلمات مع أنتها الجمل الأولى مكتوبة ربح والثانية ربح والثاثة ربح الله يسهل لوحة في جملة لوحة في وصف الله يسهل كي يلقبني هناك أربع كلمات ربح قناتك تصنف أوتوماتيكين في قنوات الربح ثاني شيء يبحث على ما بعد الربح تربح ماذا؟ تربح اختصار روابط تربح من اليوتيوب تربح من الانترنت تربح من منيش عارف أي شيء سيجد في العنوان الربح من الانترنت إذن يجب عليك كتابة الربح من الانترنت في صندوق وصف حوالي ثلاث مرات ومع الربح من الانترنت تكتب موقع تطبيق هاتف لابتوب منتجات هنا سيتعرف عليك أوتوماتيكيا جوجل ولا يوتيوب بأنك تتكلم في فيديوهاتك على الربح الانترنت منتوج ولا ربح من أو ربح يوتيوب فيديوهات تطبيقات هواتف هذا هو جمع اسهل خلاص جمع الربح يوتيوب الربح انترنت ومعها معادلة ثالثة وهو منتج فيديوهات تطبيقات روابط وهكذا يعني اليوتيوب سيتعرف عليك أوتوماتيكيا بالتكرار هذا الثلاث الاساسيين الموضوع الاساسي في عنوان وتضعوها في ثلاثة أسطر الأولى تكررها ثلاث مرات هكذا ستضمن باللي أي إنسان يبحث على الربح من الانترنت تطبيق فلاني ستخرج من الأوائل وتحاول دائما ترجمها في صندوق الوصف باللغة الإنجليزية يعني الفقر اللي كتبتها باللغة عربية دائما دائما حاول أن تترجمها تحتها باللغة الإنجليزية من بعد صندوق الوصف تحاول تكتب ويش تحب الله يزاهل ومن الأفضل أنك تدير الروابط يعني تكتب العنوين والروابط الفيديو هاتك لقديمة هذه أجمعها لازم تحاول تفهمها تديروا حاول تديروا عنوان فيه كلمات أساسية الموجودة في الفيديو إذا كان الوصف تكتب وصفة باش يعرف اليوتيوب لهذه وصفة يبرتجيها فيديوهات الوصفة طبخ باش يبرتجيها لك وتذكر الوصفة وتدير أذيك العنوان جذابة ذاك يعني اقتصادية جذابة رائعة ممتازة مذهلة لن تصدق شاهد هذوما جماعة اللي حفزوا صندوق الوصف تحاول تكرر طبخ وصفة أفلانية تحاول تكررها ثلاث مرات وتغيرها في طريقة الكتابة تح يعني إذا كان تكتب مثلا طبخ تحاول تكتب ثاني أتطبخ بالأل تأريف تكتب ما طبخ حاك تحاول تكرر كل ما تكرر فيه صندوق الوصف هذا أمر جيد وممتاز ما هيش ممنوع أخوتي المهم أن تضعها في جمل فاعل فاعل مفعول فيه الوصف وما هوش شرط لغة عربية يعني ما هوش شرط تكتب جملة في صندوق الوصف تكون لغة عربية صحيحة اكتب فقط لكلمات أساسية حاول تكتبها جملة ومتحاوش تكتب الوا والفا اكتب كلمات أساسية وخلاص عمرها في جمل ما تكتبهاش مفرعدات لأنه ممنوع المفرعدات تكتبهم في كلمات الدليلية في الطاكس الطاكس اللي دورها موجود تلقاوها أسفل صندوق وصف هذا الطاكس راح يساعدك بالمثال كيف هيساعدك بعد ما نكتب العنوان الربح من الأنترنت بعد ما نكتب صندوق الوصف لأنه الربح من الأنترنت ثلاث مرات ونقعد نترجمها بلغة إنجليزية يقول لي وعنا على الأقل على الأقل نقول لي وعنا ستة أسطر يعني أنه الفيديوهات اقتارح إذن يجيني شخص في اليوتيوب يكتب لي ربح من الأنترنت ما يكتب seems الربح ولا يكتب ربح أنترنت ما يكتبcess الربح من الأنترنت إذن لا موجود مطابق العنوان التي إذن لا سنخرج إذن كيف هي اليوتيوب راح تكتشف باللي الشخص الى الكتب ربح أنترنت راح يخرج الفيديو تاعي من الأوائل كيف يعرف اليوتيوب هذا ولا جوجل في البحث كيف يعرف إذن اللي يعرف هي ليتاكس ليتاكس هذي هي كلمات الدلالية هذه اختصاص طاحها تلوح كلمات ولا جمل مثلا هعطيكم مثال لأنو انتهي الربح من الأنترنت إذن جاي شخص كتب الربح من الأنترنت ما نشح نخرج كلي أنو كاي الناس كتبين الربح من الأنترنت إذن باش نخرج وش نكتب ليتاكس ه اول شي الربح من الأنترنت يعني نكتب العنوان او جزء من العنوان نكتبه دائمًا في ليتاكس في الكلمات الدلالية ثاني كلمة وش نكتبها ريبح ما نكتبش التعريف نكتب ريبح من الأنترنت سهلا ثاني كلمة وش نكتب بينا ريبح أنترنت زيد الربح أنترنت ريبحة مينع زيد الانترنت زيد وهكذا يعني تخيلوا رحك بالنتاليجة تبحث انت ما تعرفش لغة عربية تكتب ربح الربح من الانترنات الربح ربح وهكذا هذه الكلمات كامل تشوفهم بلي اي شخص يقدر يكتبهم في البحث اكتبهم في اليتاكس هكذا جوجل يعرف بلي كل هذه الكلمات اذا بحث لهم شخص معناها الموضوع تاكره ويستهدف هذا الشخص ورح تزيد نسبة اقتراحك بنسبة 100% يعني حتقترح اليوم ولا غدوة اذا كان قنوات او فيديوهات تقترح في نفس اليوم وتجيب الملايين وكان فيديوهات تلاحظوها باللي تعدل عليها شهر شهرين ثلاثة حتى مدة عام ثم فجأة تقترح وتجيب مشاهدات 100 الف ما فوق هذا يا فقط لازم لكم الصبر بعد ما تحقوا هذا الشروط يعني كي تولي عندك صورة مصغرة جذابة كي نقول جذابة ما تكونش فيها كتيبة بزاف اذا كان مثلا عندك اكل تزومي تزومي ذاك الماكلة ما تديرش ماكلة بعيدة طبقها ذاك تزوميها ما يبانش باللي كان البلا يبان غير الماكلة برك الاكلة ذاك لماذا تحبها حبت تصورها ببوراكة واحدة تصور ببوراكة قد يكره ما هو شرط تصور صحنة ولا طابلة لا تصور دائما زومي باش الناس تشتشها وتعفل الاخر اذا كان تقني حاول دائما صورة مصغرة تعبر مباشرة أربح ألف دولار أربح مئة تكتبها كبيرة بالحمر و بالأصفر و دي لحظاها الدراهم باش الناس ما تشوف الصورة اه هذا الربح اذا باش نربح مئة اذا بين موقع مليح ندخل ندخل مباشرة لعنوان انا نلقاه مليح و هكذا يعني الصور مصغرة جماعة راهي تقريبا انا اعتبر هاي ثمانين بالمئة من نجاح الفيديو تاعك ركز العنوان العنوان يجب يكون جذاب لازم تحفز هذاك انسان باش يدخل ما تلوحوش عنوان تلوح فيه الموضوع يعني يطفض حرواحك يعني تكتبوا العنوان فيه كلش لا لانو العنوان يجب يكون جذاب و غامض ما يكون شوش كان في الفيديو باش الناس تتقرج يعني الناس تحب تتقرج باش حكي تكشف روحك الناس و كاها و باين الموضع و الشي هو يتمسخر بينها لازم دام تخلي تحفيز هذاك دام السيسبانس باش الناس تضغط الفوضول تحمي ضغطو صندوق وصف كي ما قلت لكم و ليتاكز و سيبو و خليوها على ربي يعني انتو ما اخدموا باستمرار باستمرار ما مانا استمرار ما هوش يومي كي ما راهم يهضروا لكم هذا الخطأ راهم يغلطوا فيكم عمرو اليوتيوب لا كان ينجح بطريقة يومية اليوتيوب ينجح بالجودة الفيديو والاستمرارية مرة في ثلث يام مرة في خمس يام حتى لو كان مرة في عشر يام نورمال جيد المهم تحط فيديو عشر دقائق من الجيد جدا عشر دقائق و يكون هذاك الفيديو يعني كيتفرجوا ما تشباش منه يعني تحفيزي مئة بالمئة يعني كيتفرجوا ما تحبش من المشاهدة تاعه من هضرة بزاف ولا من الكلاب بزاف هنا راح يحفزوك يحفزوك هنا راح تعرفوك حي تقول له هذا انسان هاي يوريلي راح بناءاتلي راح نتألم منه الناس تبدأ تشترك هنا يا اذا تبقوا شاني نقول لكم في هذي والله عادي مخليوها مع اليامات ذلك وحدكم تقترح اذا نخليها لكم في الاخر وش هي نجحت للقناة ندعكم هي الاستهداف المواضيع المشهورة وش معتها اكتبوا جملة واضحة كيفية عمل كذا طريقة عمل كذا شاهد ولن تصدق ماذا فعلت في البيت روتيني اليومي وهكذا تألم الخياطة بطريقة سهلة وبسيطة جدا تألم هذه بطريقة سهلة وبسيطة جدا هذو هم الكلمات المتكررة انا جوجل مليومي يفهم شروحه يولي بارتاجيك مع القناوات الكبيرة افكار واشياء مثل هذه وكي تنجح القناة ندعك لازم تحاولوا ماكسيما ترفع الفيديو تاعك على الساعة انا نهضر على الجزائرين خاصة في الدول العربية شوفوا كيف تديرها بالغرينيتش هي على كل حال في الجزائر حاولوا الفيديو تنشروه على الساعة اذا كنوات طبخ أنشروه صباحا goes Beyond القناوات الطبخ يجب تنشروا من الرابعة صباحا اذا كددك اي انسان يحب يدي الكلة وتربطوا في النهار اذا الرابعة صباحا segue وفي الفيديو اسالي هو وصفات الطبخ يعني التبخ المليحة مع الصباح تحملوها فالليل وتنشرها نشره في الليل لكن لا أرد اليل لا أنصحك من نشرها في لايلا لنصحكم بنشرها على الساعة الرابعة او الخامسة صباحا أو من الأفضل من الأفضل على الساعة السادسة أو السابعة هكذا باش مباشرة تنزلوا كي الناس لهم نايضين يتفرجوا أما القانوات الأخرى كلها أنصحكم بالنشر على الساعة الثالثة مساء الرابعة مساء الخامسة مساء وحتى السادسة أو لا أنصحكم بالسادسة أنصحكم بالسابعة مساء أيضا التاسعة إذا كان الوقت تلاحظوا بالناس تصهر بالزاف تلاحظوا كجزيرة تشوف روحك اسكو التسعة الناس تصهر بالزاف إذن لوح هذا الفيديو على الساعة الداسعة فوق التاسعة ما هيش مليحة يا خوتي ما هوش مليحة يعني غاليا كان كنت مضطر ولا كانت قناة كبيرة وفيها مشاهدات تقدروا في أي وقت لكن هذوم الأوقات الوقت لتي فيتي وما تحطوش فيه حتى فيديو ماكسيموم لأنه ما فيش مشاهدة بزاف هي يوم السبت والأربعة حالوتي فيتي والسبت والأربعة لا والأربعة والسبت لأنه الأوقات اللي يكون الناس فيها معطلة والناس ما مش قاعدين أصلا للأنترنت أما الحد والأخرين الناس قاعدة للأنترنت ما قاوش يديره السبت ناس تخرج تحوس تلقى للأنترنت ضعيفة بالبزاف وما من الأنترنت في التفرج تح تلاحظوا بلي الويكاند للأنترنت ضعيفة الناس ما هيش تفرج أنه للأنترنت طهبط في الجزاء تلقي فيديو ما يمشي لكش لذلك فباقي الأوقات فيه كونيكسيون قاوية حاول تبارتاجي فيها فيديو هاتك إذن هذا يعني على العموم تبقوا وشان يقول في هذا الفيديو رأي ان شاء الله بالصبر ما لأيام ما لأيام راح تلقوا فيديو هاتكم بدأت تقترح تبقوا صندوق الوصفة خوتي عمروا عمروا صندوق الوصفة كل ما تعمروهم مليح وعمروهم بالفائدة إذن كي ما تعرفش ما تعرفش اكتب الربح من الانترنت اكتبوا في جوجل عحي خرجوك الكلمات اللي خرجوا اللي ولينا في المواقع هز هز الكلمات هز المواضيع هل جمل وحطهم حطهم في صندوق الوصف اللي رامي عبروه ما تديرش حاجة غلطة ما تديرش حاجة تكذب على الفيديو لازم وشرحوا موجود في الفيديو تشرحوا في صندوق الوصف وإذا شرحت الفيديو تاعك أنت شخصيا شرحته في صندوق الوصف فهذا أفضل بكثير وتزيد نسبة الاقتراح تاعك بقوة لأنه حاجة جديدة ووصف جديد ماهوش مكرر هنا على اليوتيوب راح تساعدك بتأكيد إذا ما نطورش أكثر من هكذا نخليكم فيديو آخر إن شاء الله ما تنسوش خوتي تدعمونا بلايك ووصلونا لخمسين ألف مشترك ووصلونا لألف لايك يعني على هشلالة واشتركوا فعلوا الجرس والحواجه هكذا باش بارتاجيو بارتاجيو بخوتي واشتركوا ولا بارتاجيو الحواجه هذو ولا كم قولوا احنا بحثوا صحابكم في الفايبر في الواتساف في الفيسبوك في موقع التواصل اجتماعي خلينا ستتفرج تتعلم باللي كانت قناة جزائرية تعليمية ممتازة على قناة المبتدئة تفهم الصحيح وتولي عندهم قناة صحيحة هكذا واحد ميسرقها هكذا تنجح وتولي حاجة مليحة بزافة وتخصو المال الكثير إذا نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله سلام ترجمة نانسي قنقر